مرحبا حبيبا أصحاب برج الجوزاء شلونكم إن شاء الله بكونوا بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزاء العامة القراءة راح تكون عامة تشمل الصعيد العائلي العملي الصحي العاطفي وضع المنفصلين العزاب من القادم في طريقهم وأيضا المرتبطين بطاقة العامة لنهاية الشهر بصورة عامة شون راح تكون وشمشي اللي أنت ما متوقع حدوثه وراح يصير خلال هاي الفترة إن شاء الله قبل ما نبلش نقرأ التوقعات سووا لايك إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة إذا أنتم ما مشتركين وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات خلونا نبلش الفيديو بداية برج الجوزاء شوف عندك أمور هواية معلقة صار لها فترة لأنه أشوفك يعني عندك نوع من الكسل هاي الفترة راح يكون نوع من التباطو الكسل كأنه مشي أحسك يعني قاعد تعاني من الروتين إذا كان بعملك إذا كان بحياتك بصورة عامة تعاني من الروتين من الكسل ما قاعد تحاول تتخذ خطوة إلى الأمام والبعض من عندكم أشوف ممكن كان مار آخر فترة آآ صيروا يا أمر مفاجئ مشاكل عائلية أو حتى مشاكل عاطفية المتزوجين ممكن مشاكل بالبيت شان أتواصلة بينكم موضوع انفصال وأشوف أكو آآ شخص راح يحاول يدخل بهاي الفترة ويحل الموضوع ويرجع الأمور المجراهة يعني يعني قاعد أشوف أنو طاقتكم بهاي الفترة عدكم هوايا عدم التزان عدم استقرار يعني أنتو راح هاي الفترة يعني أشوف قلت لك عدك نوع من الكسل أكو كسل أكو تباطو أنت ما تريد تتقدم خطوة ما تريد تسوي شي يعني عاجبك أنو قاعد بمكانك وبس يعني ما تتقدم خطوة إلى الأمام ولا تتراجع على الوراء ولا تحاول تصلح شي أكو نوع من هيتش يعني عندك نوع أكو حدث صاير بحياتك أشوفه قبل فترة أو حتى ممكن مو حدث ممكن أمورك ما قاعد تتقدم متحس إنو الأمور واقفة بمكانها أكو موضوع صار لك فترة طويلة منتظره ولكن هذا الموضوع متعلق وما قاعد ينحل خاصة إذا كان هذا الموضوع متعلق بموضوع زواج أو حتى موضوع انفصال أشوف هذا الموضوع معلق صار لفترة طويلة وهذا الشي مسبب لك إحباط فعندك نوع من الإحباط خلال هذه الفترة راح يكون ممكن يكون بسبب موضوع انفصال أو حتى العكس لبعض منكم ممكن يكون موضوع زواج يعني هو أشوفه شي خاص الزواج خلال هاي الفترة راح يكون يأثر عليكم وأنت قاعد تحاول ممكن أنه متريد تسرع تتخذ قرارات هاي الفترة متريد تتحرك من مكانك عجبك أنه تبقى لأنه عندك طاقة سلبية شوية قاعد تفكر بسلبية تقول أنه ممكن أنا إذا خطأت خطوة هاي الفترة راح يصير شي سلبي الموضوع ما راح ينتهي مثل ما أنا أريد فقلت لكم والبعض من عندكم قاعد أشوفه داف النفسه بالشغل خلال هاي الفترة دايش تغض على موضوع معين صار لفترة طويلة وهذا الموضوع يعني مأثر عليه فتارك كل شي ومركز بالشغل حتى ما يفكر بالأمور الثانوية البعض منكم أشوف أنه قاعد يفكر بفرصة جديدة ويا شخص أنت أريد منفصل عنه صار لك فترة ودا تحاول أنه ترجع التواصل بينك وبينك خلال هاي الفترة أو ترجع حتى الثقة ولكن ممكن يكون هذا الشخص اللي تتعامل يا أنت أما شخص مرتبط يعني متزوج أو أنه هو في علاقة ثلاثية قاعد أشوف الطاقة حتى قاعد تجيني خاصة إذا كان برج الثور أو برج الدل وإذا كانت تتعامل ويا هذول البرجين فما أشوف ماكو تقدم خلال هاي الفترة بعلاقتكم ويا هذا الشخص خلونا نبدأ يعني قلت لك طاقتك بصورة عامة طاقة الأحباط عدك أحباط معناوي كلش كبير خلال هاي الفترة يعني أشوفك ما قاعد حتى الفرص اللي قاعد تجيك أو اللي راح تجيك حتى أنت ما قاعد ترفض فرصة ولكن ما قاعد تقبلها أساسا نفسيتك كلش متعبة صار لك فترة أكو موضوع معلق أنت تريد أن ينتهي بس الموضوع ما قاعد ينتهي كل ما تقول أنه أنا وصلت خط النهاية وخلص هذا الموضوع راح نحية راح أطلع من حياتي الموضوع يرجع يصر بي يعني أشكال معين أو خطوة معينة ترجعك نفس الشي لنقطة الصفر كل ما تقول أنه أنا خلص نهاية الموضوع ترجع للصفر وتشوف نفسك ترجع للبداية فعندك مواضيع تريدها تنتهي تريدها تخلص ممكن على صعيد عملي ممكن على صعيد عاطفي على صعيد عائلي إذا كنت تقدم حتى على سفر فأشوف أنه أنت دائما من توصل إلى خطوة معينة وتقول أنه الموضوع انتهى فجأة تشوف أنه الأمور رجعت كلها لنقطة الصفر يصير شي مفاجئ وترجع للنقطة الصفر فأشوف عندك يعني مدى تحاول تتقدم بحياتك خلال هاي الفترة عندك نوع من مو بس الأحباط وإنما أنت متثاقل خطواتك متثاقلة أشوفها كلش متباطئ يعني أنت مو متباطئ أنت أصلا يعني دا تحاولوا نتوقف الأمور كلها يعني تريد تبقى على هذا الوضع وخلص ما تتقدم بعد لأي مكان لأنه عندك طاقة كبيرة من الملل أشوف حتى على الصعيد العملي عندك روتين من العمل لبعض منكم أشوف أنه أكو شخص راح يجي أكو عندك عرض عمل مرفوض أكو شخص راح يجي عرض عليك عمل وأنت راح ترفض هاي الفرصة أو راح ترفض عمل هذا الشخص بسبب الطاقة السلبية اللي موجودة عندك بس إن شاء الله طاقة السلبية هاي راح تخوف أول ما إذي صور القمر ببرج الدلو إن شاء الله يعني يتحول فأشوف أنه الأمور تبدأ تبلش تتحسن بس أنت حتى على الصعيد العاطفي أشوف أمورك متعبة على الصعيد المادي عندك أمور هواية متعبة هواية تحس أكو تأخيرات قاعدة تصير عندك بكل الأمور اللي تحاول أنه تخطي بها خطوة على الصعيد الصحي شوف أنه عندك نوع من الأرق خلال هاي الفترة راح يكون الصداع حتى نومتك شوفك قلق بها البعض منكم ممكن يكون حتى قاعد يعاني من أرق وتعب وأكو كوابيس قاعد يشوفها حتى من ينام فأكو عندك أرق أكو بعض منكم يعني كانت داخل بفترة اكتئاب وحسد يحاول يطلع من عندها يعني مو اكتئاب اكتئاب بالمعنى الحقيقي ولكن نفسيتها من قدمة متعبة كانت هو أموقف كل أموره فهاي الطاقة يشوفها يعني ما راح ترافقك منها النهاية الشهر الأمور راح تبلش تتحسن أشوف على الصعيد الصحي قلت لكم معني أشوفك وصداع ممكن أتعاني من صداع بسبب الآرق وكثرة التفكير للطاقة السلبية اللي موجودة عندك البعض منكم أشوف عنده آلام بالأقدام راح تكون خلال هاي الفترة خاصة القدم اليمنى أشوف القدم اليمنى شوية راح يصير عندك بها تشنجات أو أوجاع فحاول لا تهمل هذا الموضوع من يصير فأشوف أنه أنت يعني بالفترة الحالية موقف كل شيء وده تحاول أنه يعني تعيد تقييم التجارب اللي مرت بحياتك تعيد ترتيب حياتك من جديد يعني تحاول ترجع تتوازن بس أنت ما قاعد تخطي هاي الخطوة أنت بس مقرر أنه هسه تقعد شون تحط حجرة الأساس فأنت هسه موقف كل شيء وتريد تفكر حياتك شون راح تكون بالفترة الجاية أي أشوف عندك وجهات نظر جديدة راح تجي خلال هاي الفترة راح تكون عندك أكو أزمة مريت بها تقريبا قبل صار لك أربعة شهر أو أربعة سابيع أشوف هاي الأزمة غيرت هواية شغلات بحياتك غيرت هواية أفكار عندك يعني طريقة تفكيرك قاعد أشوفها بلشت تتغير خلال هاي الفترة وأنت أمورك يعني مقرر أنه هاي الفترة أنت بس تقعد تستريح وترمح مولك على الله مثل ما يقولون أخواننا المصريين فأشوف يعني الطاقة اللي غالب عليك حاليا هي طاقة التوقف وعدم التقدم وأنت ما تريد تتقدم بأي شيء حاليا تريد تبقى متوقف على الصعيد العاطفي حتى على الصعيد العاطفي قاعد أشوف أنه ممكن يكون أكو موضوع غيره وزعل صاير بينك وبين الشريك وأنت رغم أنه أنت مشتاقل هذا الشخص وتريد تصالحه وتريد ترجع العلاقة بينها تكون ولكن ما تريد تتخذ هاي الخطوة حاليا أنت منتظر هذا الشخص هو اللي يجي ويصالحك وهذا الشخص أيضا طاقة الشريك أساسا هو هذا الشخص مل من انتظارك فإذا تشنت أنت سبب بزعل هذا الشريك أنصحك أنه تروح تصالح هذا الشخص خلال الفترة الجاي لأنه هو بلش يميل من الانتظار وراح يصير تواصل بينك وبينه يعني هاي للناس اللي مرتبطين وبينهم زعل صار لفترة يشوف بسبب موضوع غيره موضوع شيك لأنه قلت لك أنت حاليا تفكيرك أغلب سلبي فعني أنت حتى الشريك ما قاعد تفكر به بصورة صحيحة هو قاعد أشوف ما أخذ عنك نظرا أنه أنت تقريبا موجد يويا بالعلاقة قاعد يشوفك مناضج وموجد يويا بالعلاقة وتحاول أنه تتهرب من عنده خلال هاي الفترة وواقف ديراقبك من بعيد أكو مراقبة من بعيد ديراقبك ونفس الوقت منتظرك أنت تجي هو ممكن يكون خطأ خطوة تجاهك بو أنت تراجعت خطوة لأنه أشوف هو ممكن يكون تقدم خطوة ومنتظر النتائج أنت على أساس هاي الخطوة اللي هو خطاهة راجعت أنت إلى الوراء ما تقدمت فأشوف هذا الشخص منتظرك ومشاعر تجاهك مشاعر يعني صادقة وإذا كانك وزعل بينك وبينه فأشوف أنه هو قاعد يريد يصلح الموضوع خلال هاي الفترة والأمور بيناتكم أساسا راح يعني تتحول إن شاء الله إلى صلح وشفاء وراح يعتذر منك على الغلطة اللي غلطة بحقك أو حتى ذات شنت أنت لأن القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية فأيا كان هذا الشخص أشوف أنه الطاقة إذا كان الطاقة هوائية هنا ليمي موجودة فهذا الشخص أشوفه راح يرجع خلال هاي الفترة وراح يصير صلح بيناتكم والأمور بيناتكم راح تتحسن والعلاقة راح ترجع مثل ما كانت بالنسبة للمنفصلين أشوف أنه صار لك فترة طويلة أنت منتظر رجوع شخص هذا الشخص العلاقة بيناتكم بالسابق ممكن تكون كانت منتهية أو حتى بينكم وبلوك وهنا عندي طاقة نارية موجودة وأيضا برج العقرب ذات شنة تتعامل ويا شخص من برج العقرب فأشوف أنه كان بينك وبين هذا الشخص بلوك وأنت منتظر منه تواصل أو منتظر منه رجوع وأنت يعني رغم أنه تواصل مقطوع بيناتكم وكلامك بس أنت لحد الآن عندك إحساس أنه العلاقة بيناتكم ما منتهية الحب بداخلك بعد ما ميت أشوف أنه هذا الشخص خاصة إذا كان برجة مثلك برج الجوزاء أو هنا أنا طاقة عندي برج الميزان أيضا يعني أشوف أنه طاقة كوية برج الميزان وبرج الجوزاء خلال هاي الفترة راح تكون طاقة زينة تعاملك وياهم العلاقة بيناتكم راح تكون بيها نوع من التوازن والمصالحات خلال هاي الفترة ولكن أشوف علاقتك ويا الأبراج المائية شوية راح يكون بيها التقلبات نوع من الروتين الملل فحتى المشاكل بيناتكم راح ترجع تتكرر متن حل خاصة إذا كان هذا شخص من برج الحوت أشوف تعاملك ويا برج الحوت يعني خلال هاي الفترة راح يكون جدا متعب إلك وهذا الشخص راح يكيي الأحباط اللي موجود عندك أساسا والتوقف هو راح يزيد أكثر من عنده راح يحبطك أكثر وراح يبقيك متعلق يعني بعلاقتك ويا أنت ما تعرف شلون يعني نحن بالعراق نقول ما تعرف راسك موجود لك فأنت هذا الشخص متعلق ويا حاليا يعني هو مبقي كيتش ومبقي الوضعية وميريد حل وما قاعد يبحث عن صورة حل جديدة أشوف أنه خلال هاي الفترة شوية الأمور راح تكون متعرق له ويا شخص من برج الحوت إذا كنت تتعاملوا يها المنفصلين أشوفها مطول شوية بالرجوع هذا الشخص والكلام ببيناتكم حتى شوية يكون سلبيما بالنسبة لباقي الأبراج خاصة إذا كنت تتعاملوا ييا شخص من برج العقرب أو الميزان أو الجوزاء نتبه على هاي الأبراج اللي قاعد أقولها أشوف أنه أكثر رجوع راح يصير بينك وبين هذا الشخص هذا الشخص ممكن يتجاهل مكالماتك بسابق أو حتى التواصل مقطوع ممكن بلك أشوف الكلام راح ينرفع خلال هاي الفترة إن شاء الله أكو رجوع ببيناتكم وأكو مصالحات ولكن لازم تكون حذر جدا بعلاقتك ويا هذا الشخص بالفترة الحالية أشوف أنه أنت هواي عانيت بسببه بالسابق فهذا الشخص من يرجع حاول أنه تخلي لحد من الأول تخلي حدود العلاقتك وياه تخلي حاجز يعني تحاول أنه تحمي مشاعرك خلال هاي الفترة يعني أشوف أنه هذا الشخص هو صح راجع وحتصير مصالحة بينك وبينه ومصارحاتها بينك وبأمور هواي راح تبين ترجع لأن أشوف أنه أكو علاقة بسابق أن شانت يعني علاقة ماتت انتهت هسه راح تبلش ترجع تنولد من جديد أكو فرصة ثانية للمنفصلين بعلاقة أشوفها راح ترجع الشيء الغير متوقع حدوثه خلال هاي الفترة وراح يحدث أشوف أنه أكو تواصل راح يصيروا ياكم خلال هاي الفترة خبر راح تسمعونه بنهاية هذا الشهر الخبر راح يكون مفاجئ لكم وراح يجيكم من شخص أساسا يعني أنتو راح تتفاجئون من الشخص اللي جاب لكم الخبر أكثر ما راح تتفاجئون من الخبر نفسه هذا الخبر أشوفه خبر زين خبر راح يغير هواية أمور بحياتكم هنونة ويعني خبر راح يكون فرحة ممكن إلك ممكن لعائلتك ولكن هو راح تصير به مثل لما تشمل أو هيشي فرحة ويعني الناس حتى تعرفها يتداول خلال هاي الفترة الخبر قاعد أشوفه زين ومصارحة تلكون فعندك خبر حلو بنهايتها آخر يعني بهاي الأيام ممكن بعد تسعة أيام نقول أحسب تسعة أيام من تاريخ هذا الفيديو وممكن بعد يوم الله أعلم إحنا كل شي نقول العلم عند الله هي مجرد توقعات يعني أنتو لا تأخذوها أنو تمشون بها بحياتكم مية بالمية هي مجرد توقعات وممكن تكون رسالة يعني كانت لازم توصلكم ووصلتكم فأكو عندك خبر حلو الخبر كلش راح تتفاجئ من عنده خلال هاي الفترة إن شاء الله راح يجيك هذا الخبر وراح تسمعه النصيحة إليك يقولك أنو اترك الكسل اترك التباطئ اترك هذا التثاقل الموجود حاول تخطي خطوة إلى الأمام استعيد توازنك استعيد سيطرتك على الأمور أنو أنت قاعد أشوفك هامل عملك هامل نفسك هامل الشريك هامل العلاقات هامل العائلة مسؤولياتك كلها حاول أنو تسترجع السيطرة على اتزانه على موسيقى